يستعد عزام دو الثلاثة عشر ربيعا للعودة إلى المدرسة بعد أن تركها لثلاث سنوات متواصلة منذ الانقلاب ووصول ميليشيا الحوث إلى قريته في نهم شرق صنعاء لتحول المدرسة إلى مخزر للسلاح ليس ذلك فقط بل وتقتاده إلى جبهات القتال كطفل مجند تسند إليه مهام تفوق جسده النحيل خلو وضع المدرسة حقنا لهم مخزر الأسلحة والإمداء بعد أيام كان قدر عزام أن يكون في الجبهة وفي أماكن متقدمة استخدمته الميليشيا في الاستطلاع أرادت استغلال صغر جسده وخفته وذكائه الحاد تعرف ذلك من خلال الحديث معه فعزام يحفظ كثيرا من الشعارات التي تلقنها الميليشيا لعناصرها أول حاجة حبسه بيك حنقالو يسير محوم حبسه بيك حبسه يومين لا ما وعفق يسير أسير محوم وصرت محوم ترس محوم بنحشيش وطني مدى فالأخير قال ما بله أسير محوم سعده استطاع الطفل النجاة من الحوثيين والتحق بأقرباء له في مدينة مأرب التحق بدورة تأهيلية نفسية واجتماعية تنفذها مؤسسة وثاق التوجه المدني وفي الدورة قرر العودة للمدرسة ومواصلة تعليمه الذي فرم منه موجها حديثه لمن حرمه من التعليم إدرس عن الدراسة يقولون لا جبهة ولا سلح يقولون لا سيد لا مع شرعيه ولا مع حوذة علينا بالدراسة وهناك يقولون الجبهة قاتلوا وانت وشبال المسيرة هنا وانت وطفاء من حقك انت طفل من حقك تلعب 12 طفلاً آخرون هم رفاق عزام هنا حرمتهم الحرب من التعليم تفاوتت أعوام انقطاعهم من عام إلى أربعة أعوام لأسباب عدة منها تدمير مدارسهم أو نزوحهم إلى أماكن ومخيمات لا توجد فيها مدارس ناهيك أن بعضهم كان مجنداً مع الحوثيين في جبهات مختلفة وجميعهم يستعدون اليوم للالتحاق بالمدارس مجدداً بمساعدة مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين يعد قطاع التعليم من المجالات التي تأثرت بالحرب في اليمن والتي تعيش سنتها الرابعة حيث اضطر نحو نصف مليون طفل لترك المدارس منذ تصاعد النزاع في البلد فضلاً عن أولئك الذين لم يفقدوا حقهم في التعليم فحسب بل فقدوا حياتهم بالأساس خليل الطويق قناة بلقيس مأرب